ونتابع زيارة ليكوتشينغ حيث اختتم الاجتماع السادس بين قادة الصين ودول الأوروبا الوسطى والشرقية في العاصمة المجرية بودابست مساء ثلاثة وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس مجلس الدولة الصيني ليكوتشينغ مع نظرائه الأوروبي أثناء الاجتماع مع رئيس وزراء مقدونيا زوران زايف ورئيسة الوزراء الصربية أن بيرنابيتش دعا ليكوتشينغ دولتين للمشاركة في بناء الخط البري البحري السريع الصيني الأوروبي وسكة حديد المجر صربية وخلال اجتماعه مع نظره السلفيني ميرو سيرار قال ليكوتشينغ إن الصين تنوي استراد سلع زراعية تنافسية من سلفانيا وتشجيع السياح الصينيين على زيارتها وفي المحادثات مع رئيس وزراء البوسنة والهرسك دينيس زيفيز ديتش قال لي إن الصين تأمل في تعزيز التعاون بين الصين ومنطقة البلقان وخاصة في الزراعة والتصنيع